موسيقى رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد التحضير لهجوم عسكري ضد البرنامج النووي الإيراني ولبيد يؤكد أنه أبلغ بايدن بالأمر موسيقى ارتفاع قتل الصراع القبلي في ولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان إلى تسعة وسبعين قتيلة موسيقى زلنسكي يقيل المدعيات العامة ورئيس جهاز الأمنة ويقول إنه يجري التحقيق مع ستمائة وخمسين حالة خيانة مشتبها بها موسيقى حياكم الله أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي العمل على التحضير لعمل عسكري ضد برنامج إيران النووي وأشار إلى أن ذلك يشمل وضع الخطط والحصول على أسلحة مناسبة أضاف كوخافي أن الإعداد للخيار العسكري ضد البرنامج النووي الإيراني يأتي في صلب الأمن القومي الإسرائيلي مشددا على أهمية تحضير الجبهة الداخلية سريعا تحسبا لعمل عسكري ضد التهديد النووي الإيراني إعداد الجبهة الداخلية للحرب تعد مهمة يجب تسريعها في السنوات المقبلة خاصة في ظل تهديد النووي الإيراني ويواصل الجيش لاستعداد للهجوم على إيران بشكل مكفف ويجب عليه الاستعداد لكل تطور وكل سيناريو إعداد خيار عسكري ضد البرنامج النووي الإيراني واجب أخلاقي وأمر مهم للأمن القومي الاستعدادة العسكرية ضد البرنامج النووي تدخل في صلب تحضيرات جيش الدفاع والتي تتضمن مجموعة متنوعة من الخطط العسكرية خصصت لها الكثير من الموارد توفير الأسلحة المناسبة فضلا على العمل الاستخباراتي هذا وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائر لبيت قد كشف عن أنه أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بمعارضة إسرائيل للاتفاق النووي مع إيران وأوضح خلال جلسة للحكومة أن إسرائيل تحتفظ بحرية التصرف ضد البرنامج النووي الإيراني أوضحت خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الأمريكي جو بايدن ومساعديه أن إسرائيل تعرض الاتفاق النووي وتحتفظ بحرية التصرف الكاملة السياسية والتشغيلية لمواجهة البرنامج النووي الإيراني أكد وزير الخارجي الإيراني الأسبق كمال خرازي في تصريحات صحفية أن لبلاده القدرات الفنية لصناعة قنبلة نووية إلا أنه كرر موقفها الرسمية بعدم وجود قرار بذلك وقال خرازي ليس سرا أن لدى إيران القدرات الفنية لصناعة قنبلة نووية ولكن لا قرار بذلك وتأتي التصريحات عقب زيارة إقليمية للرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل تخللها توقيع إعلان أمني مع إسرائيل أكد فيه البلدان عزمهما على منع إيران من امتلاك سلاح نووي كما أوضح خرازي أنه خلال أيام فقط تم رفع نسبة تخصيب اليورانيوم من 20 إلى 60% وببساطة يمكن رفعها إلى 90% وهي نسبة التخصيب القابلة للاستخدام العسكري نشر البيت الأبيض بيانا بعد اختتام قمم جدة أكد فيه على أهمية توسيع الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة خلال العقود المقبلة كما تم تأكيد المشترك على الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين إضافة إلى دعم الدبلوماسية وضمان حرية الملاحة وأمنها عبر الممرات المائية وضمان خلو منطقة الخليج من أسلحة الدمار الشامل كافة ومواجهة الإرهاب وكافة الأنشطة التي تهدد الأمن والاستقرار أفدت مصادر الحدث بأن رئيس أركان قيادة الجيش الليبي واللجنة العسكرية عن الشرق 5 زائد 5 يتجهون إلى ترابلوس للقاء نظرائهم المصادر أشارت إلى أن الاجتماع يهدف لمناقشة توحيد المؤسسة العسكرية وإدارتها الوسطى برئاسة الأركان أكد وزير الخارجي اليمني أحمد عوض بن مبارك على وقوف مجلس القيادة الرئاسي مع كافة الجهود الهادفة لتحقيق السلام في اليمن إضافة لانفتاح الحكومة على الحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث وأكد بن مبارك خلال لقائه المبعوث الأمريكي تيم ليندر كينغ أن قضية تعز واستمرار حصار الحوث للمدينة هي من كبرى القضايا الإنسانية التي يجب التعامل معها وحلها قبل الانتقال إلى أي ملفات أخرى وأوضح أن التعامل السلبية لميليشيا الحوثي مع هذه القضية يؤكد عدم جاهزيتهم لاستحقاقات السلام وأشار إلى أهمية وقف عبث الميليشيا واستحواذها على مليارات الريالات المتحصلة من ميناء الحديدة من جانبه أكد المبعوث الأمريكي دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والتزامها بمساعدة اليمن على الخروج من أزمته أعلن الناطق باسم القوات المسلحة السودانية إعادة فتح معبر القلابات الحدودي مع إثيوبيا بعد إغلاقه من قبل السلطات السودانية منذ الخامس والعشرين من الشهر الماضي فتح معبر القلابات الحدودي اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 17 يوليو 2022 ثانيا تكثيف مراقبة الحدود الدولية ومنع حركة أي عناصر مسلحة بين البلدين مع إحكام التنسيق بين الجانبين أفاد مراسل الحدث نقلا عن مصادر طبية بإقليم النيل الأزرق الواقع جنوب شرق السودان بمقتل 79 شخصا حتى الآن كحصيلة أولية نتيجة للصراع القبلي أشرفت السلطات المحلية على دفنهم وأضاف أن البحث مازال جاريا لحصر عدد الجثث جراء أعمال العنف في الإقليم بينما تم إجلاء عشرين جريحا حالتهم خطرة وتم نقلهم من الدمازين إلى الخرطوم بطائرة خاصة وأوضح أن طبيعة الحالات المحولة للخرطوم أغلبها إصابات بالرصاص الحي في البطن والمناطق الحساسة وتأمينا للبلاد وحفظا لسلامة أمنها الوطني قررت اللجنة الآتي أولا التأمين على الإجراءات التي اتخذتها لجنة أمن الإقليم لمنع تفاقم الصراع بين مكونات المنطقة ثانيا توجيه النائب العام بتشكيل لجنة لتقص الحقائق تمهيدا للمحاسبة ثالثا على لجنة أمن الإقليم اتخاذ الإجراءات القانونية اللاذمة ضد مثيري الفتن والمحرضين على أعمال العنف رابعا وأخيرا تعزيز القوات الأمنية الموجودة بالمنطقة والاستمرار في التعامل الحازم والفوري مع كل حالات التفلت والاعتداءات على الأفراد والممتلكات الخاصة والعامة أقال رئيس الأوكراني فلودمير زيلنسكي رئيس جهاز الأمن الوطني والمدعي العام وقال إن أكثر من ستين مسؤولا أوكرانيا يعملون لصالح روسيا في مناطق محتلة مشيرا إلى أنه يجري حاليا التحقيق في أكثر من ستمائة وخمسين حالة خيانة مشتبها بها ارتكبها مسؤول أمن أوكرانيون تطرح هذه المجموعة من الجرائم ضد أسس الأمن القوم للدولة والصلات التي تم الكشف عنها بين موظفي قوات الأمن الأوكرانية والخدمات الخاصة لروسيا أسئلة خطيرة للغاية على القادة المعنيين وسيتلقى كل سؤال من هذه الأسئلة إجابة مناسبة لقد اتخذت اليوم قرارا بإقالة المدعية العامة من منصبها وإقالة رئيس جهاز الأمن في أوكرانيا اعتبارا من اليوم تم تسجيل ستمائة وإحدى وخمسين دعوة جنائية تتعلق بالخيانة العظمى وأنشطة التعاون لموظفي مكاتب المدعية العامة وهيئات التحقيق السابق للمحاكمة ووكالات إنفاذ القانون الأخرى أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينغوف عن نجاح القوات الروسية في تحقيق عدة مكاسب في أنحاء متفرقة من شرق وجنوب أوكرانيا من خلال تدمير مستوداعات للأسلحة وإسقاط طائرات عسكرية دمرت صواريخ طويلة المدى مستودعا في مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا كانت تخزن فيه صواريخ هاربون مضادة للسفن تم تسليمها إلى أوكرانيا من قبل الناتو وأسقط الطيران الروسي طائرة هليكوبتر أوكرانية من طراز MI-17 بالقرب من بلدة سلوفيانسك فضلا عن إسقاط طائرة من طراز سخوي 25 تابعة للقوات الأوكرانية وكذلك طائرة أوكرانية بدون طيار بالقرب من منطقة خاركيف تواصل القوات المسلحة الروسية شن ضربات على منشآت عسكرية في أوكرانيا دمرت صواريخ طويلة المدى من الجو مسودعا في مجمع صناعي في أوديسا جنوب أوكرانيا كانت تخزن فيه صواريخ هاربون المضادة للسفن وتم تسليمها لأوكرانيا من الناتو فيما تحاول قاذفات الصواريخ الروسية توسيع مكاسب موسكو في الشرق الأوكرانية باتت أنظار الكريملين تتجه إلى ما هو أبعد من دنباس ضربات صاروخية روسية متكررة على مدينة ميكولايف في الأسابيع الأخيرة وسط محاولات روسية للسيطرة على كامل الساحل الأوكراني على البحر الأسود وصولا إلى الحدود الرومانية قصف روسي تزامن مع تعليمات لوزارة الدفاع الروسية لوحداتها العسكرية بتكثيف تحركاتها في جميع مناطق العمليات فيما أكد عسكريون أوكرانيون أن موسكو تستعد للمرحلة التالية من هجومها عبر ضربات برية وبحرية وجوية على طول خط المواجهة كما أكد الجيش الأوكراني أن روسيا تعيد تجميع وحداتها للهجوم على مدينة سلافيانسك الاستراتيجية في منطقة دونتسك الشرقية تطورات ميدانية صاحبتها استهدافات أوكرانية بالمدفعية الثقيلة والصواريخ بعيدة المدى لعدد من المناطق الانفصالية الخاضعة لسيطرة موسكو ردت عليها روسيا باستهدافات خارج دونباس وصلت إلى أوديسا وخركيف وميكولايف صواريخ بعيدة المدى عالية الدقة دمرت مستودعا لتخزين صواريخ هاربون المضادة لسفن التي سلمتها دول النيتو لأوكرانيا في أحد الأجنحة من مصنع أوديسا الصناعي وفي جمهورية دونتسك الشعبية دمرت القوات الروسية منصة إطلاق لراجمة صواريخ هاي مارس الأمريكية الصنع فضلا عن آلية نقل وتحميل الصواريخ التابعة لها تعزيزات عسكرية وصفتها وزارة الدفاع البريطانية بمحاولة روسية لحماية المواقع التي باتت تخضع لسيطرة موسكو في جنوب أوكرانيا فيما اعتبرها عسكريون غربيون أنها ربما تشكل بداية لهجوم روسي خارج نطاق دونباس قد يكون أكثر شراسة من الهجوم السابق أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جاسب بارل أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون اليوم تجديد العقوبات على روسيا وأكد بارل أن العقوبات المطروحة ستشمل مقترحته المفوضية الأوروبية من حظر مشتريات الذهب من روسيا لمواءمة عقوبات الاتحاد الأوروبي مع تلك التابعة لشركائه في مجموعة السبع ويرمي اقتراح آخر إلى وضع شخصيات روسية إضافية على اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن الاتحاد الأوروبي يمر بتحول تاريخي ويجب عليه التغلب على التناقضات الداخلية وسط التحديات المتزايدة وأن يصبح لاعبا جيوسيا أقوى في سياق الاضطرابات العالمية كما أضاف أن الخلافة المستمرة بين دول الأعضاء يضعف التكتل ولهذا السبب فإن أهم طريقة للتعامل مع نقطة التحول التاريخي هي وحدة الاتحاد ما زالت الأزمة الروسية تلقي بظلالها على دول الجوار الأوروبية الشمالية فإلى جانب مشكلة الغاز والطاقة تعاني الدول الإسكندنافية من غياب المستهلك الروسي الزميل ليث بزالي استقل باخرة تعبر بحر البلطيق من السويد إلى فنلندا ونقل لنا الصورة على متنها والخوف والرعب في بعض الجزر السويدية من المناورات العسكرية الروسية في هذه المياه التي لا تبعد عن أراضيهما أنا الآن على متن هذه الباخرة العملاقة التي ستعبر بحر البلطيق متجهة من هنا من السويد إلى فنلندا رحلات بحرية عانت مؤخرا اقتصاديا بسبب غياب السائح الروسي منذ إغلاق الحدود مع روسيا فالسواح الروس كانوا يشكلون حوالي 45% من إجمال قطاع السياحة بين فنلندا والسويد تبلغ مدة هذه الرحلة البحرية بين سويد وفنلندا طبعا ما يقارب من 16 ساعة إبحار نشاهد هنا بعض الجزر السويدية التي يبلغ عددها 26 ألف جزيرة تمتد في مياه بحر البلطيق البعض منها يعاني من تهديد روسي مباشر كجزيرة جوتلند التي تبعد 220 ميلا فقط عن أسطول البلطيق الروسي الذي كان بمثابة رادعا رئيسي ضد التوسع السوفيتي إذ انتحكت أربع طائرات مقاتلة روسية المجال الجوي السويدي فوق مياه بحر البلطيق إلى الشرق من جزيرة جوتلند ذات الموقع الاستراتيجي من بعض الهواجز الروسية في الأزمة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا أن ينشر حلف الناتو قواعد حربية أوروبية في هذه الجزر التي لا تبعد كثيرا عن الأراضي الروسية وتكون بمثابة تحديد قريب ومباشر لبوتين أما هنا في مياه بحر البلطيق التابعة للاتحاد الأوروبي فالخوف يكمن بأن تتفاقم الأزمة مع الجارة روسيا وأن تغلق الطرق البحرية بين فنلندا والسويد ما قد يشكل انهيارا اقتصاديا جديدا بحريا هذه المرة من علامات الباخرة العملاقة تالينك سيليا لاين التي تصل ستوك هولم بهلسينكي ليث بزاري الحدث أعلن الرئيس السرلنكي المؤقت حالة الطوارئ للتعامل مع الوضع في البلاد وفقا لإشعار حكومي وكان رئيس البرلمان السرلنكي قد أعلن يوم الجمعة الماضي استقالة جوتابيا الرسمية من منصب رئيس سرلنكا بينما أدى رئيس الوزراء ويكر ميسينج اليمينة الدستورية كرئيس بالإنابة وقد تواصلت الحركة الاحتجاجية في سرلنكا ضد القائمة بأعمال الرئيس وبعد استقالة الرئيس جوتابيا يطالب المتظاهرون الآن برحيل رئيس الوزراء رئيل ويكر ميسينج الذي تم تنصيبه رئيسا بالإنابة للبلاد لو بقينا نمشي مع هذا الطابور ستنتهي النشرة والطابور لا ينتهي هذا هو باختصار المشهد في محيط محطات الوقود في العاصمة كولومبو فالطوابير تتجاوز الأربعة كيلومترات وربما تصل إلى أكثر من ستة كيلومترات مشهد اعتاده المواطنون السرلنكيون هنا ويقومون أيام طويلة في هذه الطوابير نظرا لشح الوقود فإن الانتظار قد يصل لأيام طويلة جدا لذلك يقوم المواطنون السرلنكيون بالتناوب على هذه الطوابير حتى يتمكنوا من الوصول إلى محطة وقود كهذه وحين يصلوا إلى هذه المحطة لا يحصلون على كامل الوقود وإنما يحصلون على كمية محددة نظرا لشح الوقود في البلاد نهيك أيضا عن ارتفاع أسعار الوقود فلتر البنزين مثلا يتجاوز سعره أكثر من دولار ونصف ولتر الديزل يتجاوز الدولار ولذلك هناك أزمة وقود وأزمة نقود أيضا أيضا السلطات السرلنكية تحدثت عن شحنات ديزل ستصل قريبا إلى سرلنكا وهذا ربما سيخفف قليلا من أزمة الوقود في البلاد لكنها لن تحل المشكلة كاملة ولذلك مزالت الأزمة مستمرة في البلاد فيما يتعلق بالوقود وأيضا فيما يتعلق بالغذاء وباقي الأزمات التي تعصف بسرلنكا مع ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من أربعين درجة مئوية اشتعلت عشرات الحرائق بألاف الأفدناء والهكتارات في عدد من الدول الأوروبية وأجبرت السلطات على أو أجبرت على إجلاء الناس من منازلهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نيران الحرائق تحاصل الغابات جنوب أوروبا خمس دول تحاول السيطرة على أضرار طالت قرى بأكملها وتلتهم ألاف الهكتارات من الأراضي الزرعية مئات الوفايات بين إسبانيا والبرتغال والأذى يطال فرق الإنقاذ ومكافحة الحرائق حيث لقي طيار حتفه بعد تحطم طائرته بالقرب من الحدود مع إسبانيا الرياح وارتفاع درجات الحرارة تنقل الحرائق من بلد لآخر جنوب إسبانيا بالقرب من كوستا دلسول اضطر الآلاف إلى الهرب من الحرائق المنتشرة في فرنسا دمرت الحرائق منطقة جيغوند حيث أجلي أكثر من 12 ألف شخص كما امتدت النيران إلى منطقة بوغدو لتطال حوالي عشرة آلاف هكتار من الأراضي ويحاول ما يقرب من ثلاثة آلاف رجل إطفاء هذه الحرائق جنوب البلاد في إيطاليا أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في واديبو القاحل حيث يقع أطول نهر في البلاد أما اليونان فيحاول رجال الإطفاء السيطرة على الحرائق جنوب شرقي العاصمة أتنا وأقامت السلطات بإخلاء سبع قرى على الساحل الشمالي لجزيرة كريت موجات الحر تتزايد يوما بعد آخر لتصل إلى 47 درجة مأوية في مناطق عدب أوروبا هذا العام فيما تظل ظواهر التغيرات المناخية تطلق إشارات إندار نحو مزيد من الضرر ووقوع المزيد من الكوارث الطبيعية حول العالم أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس ماربورغ النادر الذي يسبب الحمى النزفية في غانا وأضافت أن معدلات الوفاة في الإصابة بالفيروس تراوحت بين 24 و 88% في موجات التفشي السابقة بعد سنوات من طرد تنظيم داعش من حي الحجر الأسود في ضاحية دمشق وبعد أن أصبح منطقة مدمرة ومهجورة تحول الحي إلى موقع تصوير لفيلم صيني ينتجه النجم الشهير جاكيشان ونظراً للتكلفة العالية لمواقع التصوير الخاصة بمناطق الحروب يرى البعض أن المدن والأحياء المدمرة في سوريا سوف تجذب أنظار صناع السينما مدينة مهجورة أحالتها الحرب إلى مدينة أشباح والقصف حول منازلها إلى أطلال بعد أن هجرها ساكنوها قصراً لكن هذا الدمار هو ما جعلها تتحول إلى استوديو مفتوح حقيقي وموقع مثالي لتصوير أفلام الحروب هذه القذائف كانت تضرب حي الحجر الأسود بضاحية دمشق قبل سنوات لإخراج تنظيم داعش ولم يتخيل أحد حينها أن يصبح اليوم موقعاً لتصوير آخر الأفلام الصينية التي ينتجها نجم الألعاب القتالية جاكيشان اليوم بلشنا تصوير فيلم صيني بعنوان هوم أبريشن هو بيحكي عن قيام الحكومة الصينية بإجلاء 600 شخص من رعاياها 200 شخص من رعايا دول أخرى من أحد دول الشرق الأوسط أثناء اندلاع حرب أهلية بهذه الدولة الحي شبه الخاري من السكان ضج بفريق العمل الصيني وممثلين ثانويين سوريين إلا أن جاكيشان المنتج الرئيسي للعمل لن يحضر التصوير في سوريا ولن يقتصر تصوير الفيلم الصيني على حي الحجر الأسود بل سيشمل مناطق أخرى شهدت معارك مدمرة بينها مدينة دارية ودومة قرب دمشق ومدينة حمص فأين يجد المخرج الباحث عن مشاهد الدمار مواقع تصوير أفضل من تلك الموجودة في سوريا مناطق الحرب التي حدثت في سوريا تحولت إلى ستديو سينمائي هو يجزب شوية المنتجين لعنا لحتى يصوروا أفلامه بناء هيك أماكن مكلف جدا لتعملها ستديو تصوير فأنت صار عندك ستديو جاهز وباستثناء بعض المؤثرات الخاصة بالقتال والدماء لا حاجة لأي خدع أخرى لإضفاء أجواء الحروب والدمار فمشاهد الحرب الحقيقية تأصلت هنا تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل وتفاعلوا معها زوروا أيضا موقع عن الإلكتروني الحدث دوت نت تحية وللقاء في أشيل العاجل البرهان لا مزايدة على الأهداف الوطنية للمنظومة الأمنية العنوان الرئيس لهذه العملية السياسية وهو إنهاء حالة الانقلاب الحالية كيف يمكن الوصول إلى حل وسط بين هذين الفريقين فريق الإفرهم الآخر بالانقلاب وفريق آخر يقول أنه ليس انقلاب هذا جانب من التظاهرات التي بدأت منذ الساعة الواحدة بتوقيت الخرطوم وهناك أيضا تحرق على الجانب العسكري هذا الشارع لا ينتمي إلى أي شيء المشهد السياسي تماما كما تراه الآن على الشاشات المتظاهرون اختفوا محمد تطالب ترحي المكون العسكري على السلطة تطالب مدارية الدولة تظاهرات لا يدوى منها هل هناك مؤشرات على الأرض تقول بأنه سيكون هناك تعاطي مختلف مع هذا الوضع في السودان الحرية والتغير لا تبيع الحلم قابلتم نفس الشخصيات يعني سولاتية المكون العسكري ما لجديد إذن يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم أرجعهم أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث فنجان من القهوة قليل من الموسيقى بداية مثالية ليوم رائع مهلا شيء ما ينقص المشهد لعله الانتباه التأهب الاستعداد طول يوم جديد حدث لانك سابقه بوقاء أحداث وتشابكات قد تؤثر على مسار يومك حوبرك مستقبلك قد تعيد رسم تاريخ المنطقة بأكملها النشرة الصباحية كن مستعدا في كل يوم ما يتم الآن هو رسم خطوط لهذا التماس قد عزز الجيش السوري والقوات الروسية وجودهما الروسية لن تنسعد من سوريا ولكن الآن تعيد عادة تموضع هنا قبالة مدينة عين العرب هدوء حذر في الجانب التركي موقف وزير الخارجي الروسي هو لو أخضر هل فعلا تركيا ستبدأ بهذه العملية العسكرية تستجيب قسط بشكل جدي للتهديدات التركية هناك قوات كبير سورية تساعد رواب مضعومة من فبول الروس النظام يستعد أن يقسم سوريا كلها حتى يبقى موضوع أمام أي خيار الحكومة الإيرانية الآن هناك عشرات رفض من مهجرية أفريد التي تخيطر عليها القوات التركية هي حرب صمت من يسمت أكثر عن تصرفات أمقرى في الشمال السوري ومن سيكون داعم لقوات سوريا ديمتراطية في هذه المعركة ماذا عن النظام ودور النظام نتحدث هنا عن أراضي سوريا خرج متظاهرون مؤيدون لحرك الشباب في العاصمة طرابلوس نحن نتحدث عن أكبر تجمع للمحتجين منذ سنوات في طرابلوس ما هي المطالب وما هي الشعارات المنفوعة كانت هناك مجموعة حرك الشباب الليبي هل ستتقون مجموعة ممثلة للمتظاهرين كيف يمكن وصف التطورات اليوم؟ كل طرف يحاول الآن توجيه المظاهرات الصليحة المطالب كانت واضحة هو خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب مع من يمكن أن تتفاوض هذه الأطراف التي تتظاهر اليوم؟ معاناة واحدة شرقا وغربا وجنوبا قلت أن البلد بحاجة إلى تغيير الأياك الألية لتغيير هذه الأياك كيف السبيل إلى ذلك؟ وهل ممكن أن تنجز الانتخابات لضل حكومتين وهناك سلاح منتشر في البلاد؟ ترجمة نانسي قنقر رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد التحضير لهجوم عسكري ضد البرنامج النووي الإيراني ولبيد يؤكد أنه أبلغ بايدن بالأمر ارتفاع قتل الصراع القبلي في ولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان إلى 79 قتيلة زلنسكي يقيل المدعيات العامة ورئيس جهاز الأمنة ويقول إنه يجري التحقيق مع 650 حالة خيانة مجتبها بها حياكم الله أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي عمل على التحضير لعمل عسكري ضد برنامج إيران النووي وأشار إلى أن ذلك يشمل وضع الخطط والحصول على أسلحة مناسبة أضاف كوخافي أن الإعداد للخيار العسكري ضد البرنامج النووي الإيراني يأتي في صلب الأمن القومي الإسرائيلي مشددا على أهمية تحضير الجبهة الداخلية سريعا تحسبا لعمل عسكري ضد التهديد النووي الإيراني إعداد الجبهة الداخلية للحرب تعد مهمة يجب تسريعها في السنوات المقبلة خاصة في ظل تهديد النووي الإيراني ويواصل الجيش لاستعداد للهجوم على إيران بشكل مكثف ويجب عليه الاستعداد لكل تطور وكل سيناريو إعداد خيار عسكري ضد البرنامج النووي الإيراني واجب أخلاقي وأمر مهم للأمن القومي الاستعدادات العسكرية ضد البرنامج النووي تدخل في صلب تحضيرات جيش الدفاع والتي تتضمن مجموعة متنوعة من الخطط العسكرية خصصت لها الكثير من الموارد توفير الأسلحة المناسبة فضلا على العمل الاستخباراتي هذا وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيت قد كشف عن أنه أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بمعارضة إسرائيل للاتفاق النووي مع إيران وأوضح خلال جلسة للحكومة أن إسرائيل تحتفظ بحرية التصرف ضد البرنامج النووي الإيراني أوضحت خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الأمريكي جو بايدن ومساعديه أن إسرائيل تعرض الاتفاق النووي وتحتفظ بحرية التصرف الكاملة السياسية والتشغيلية لمواجهة البرنامج النووي الإيراني أكد وزير الخارجي الإيراني الأسبق كمال خرازي في تصريحات صحفية أن لبلاده القدرات الفنية لصناعة قنبلة نووية إلا أنه كرر موقفها الرسمية بعدم وجود قرار بذلك وقال خرازي ليس سرا أن لدى إيران القدرات الفنية لصناعة قنبلة نووية ولكن لا قرار بذلك وتأتي التصريحات عقب زيارة إقليمية للرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل تخللها توقيع إعلان أمني مع إسرائيل أكد فيه البلدان عزمهما على منع إيران من امتلاك سلاح نووي كما أوضح خرازي أنه خلال أيام فقط تم رفع نسبة تخصيب اليورانيوم من 20 إلى 60% وببساطة يمكن رفعها إلى 90% وهي نسبة التخصيب القابلة للاستخدام العسكري نشر البيت الأبيض بيانا بعد اختتام قمم جدة أكد فيه على أهمية توسيع الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة خلال العقود المقبلة كما تم تأكيد المشترك على الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين إضافة إلى دعم الدبلوماسية وضمان حرية الملاحة وأمنها عبر الممرات المائية وضمان خلو منطقة الخليج من أسلحة الدمار الشامل كافة ومواجهة الإرهاب وكافة الأنشطة التي تهدد الأمن والاستقرار أفدت مصادر الحدث بأن رئيس أركان قيادة الجيش الليبي واللجنة العسكرية عن الشرق 5 زائد 5 يتجهون إلى ترابلوس للقاء نظرائهم المصادر أشارت إلى أن الاجتماع يهدف لمناقشة توحيد المؤسسة العسكرية وإدارتها الوسطى برئاسة الأركان أكد وزير الخارجي اليمني أحمد عوض بن مبارك على وقوف مجلس القيادة الرئاسي مع كافة الجهود الهادفة لتحقيق السلام في اليمن إضافة لانفتاح الحكومة على الحل السياسي وفقا للمرجعيات الثلاث وأكد بن مبارك خلال لقائه المبعوث الأمريكي تيم ليندر كينغ أن قضية تعز واستمرار حصار الحوث للمدينة هي من كبرى القضايا الإنسانية التي يجب التعامل معها وحلها قبل الانتقال إلى أي ملفات أخرى وأوضح أن التعامل السلبية لميليشيا الحوثي مع هذه القضية يؤكد عدم جاهزيتهم لاستحقاقات السلام وأشار إلى أهمية وقف عبث الميليشيا واستحواذها على مليارات الريالات المتحصلة من ميناء الحديدة من جانبها أكد المبعوث الأمريكي دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والتزامها بمساعدة اليمن على الخروج من أزمته أعلن الناطق باسم القوات المسلحة السودانية إعادة فتح معبر القلابات الحدودي مع إثيوبيا بعد إغلاقه من قبل السلطات السودانية منذ الخامس والعشرين من الشهر الماضي فتح معبر القلابات الحدودي اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 17 يوليو 2022 ثانيا تكثيف مراقبة الحدود الدولية ومنع حركة أي عناصر مسلحة بين البلدين مع إحكام التنسيق بين الجانبين أفد مراسل الحدث نقلا عن مصادر طبية بإقليم النيل الأزرق الواقع جنوب شرق السودان بمقتل 79 شخصا حتى الآن كحصيلة أولية نتيجة للصراع القبلي أشرفت السلطات المحلية على دفنهم وأضاف أن البحث مزال جاريا لحصر عدد الجثث جراء أعمال العنف في الإقليم بينما تم إجلاء عشرين جريحا حالتهم خطرة وتم نقلهم من الدمازين إلى الخرطوم بطائرة خاصة وأوضح أن طبيعة الحالات المحولة للخرطوم أغلبها إصابات بالرصاص الحي في البطن والمناطق الحساسة وتأمينا للبلاد وحفظا لسلامة أمنها الوطني قررت اللجنة الآتي أولا التأمين على الإجراءات التي اتخذتها لجنة أمن الإقليم لمنع تفاقم الصراع بين مكونات المنطقة ثانيا توجيه النائب العام بتشكيل لجنة لتقص الحقائق تمهيدا للمحاسبة ثالثا على لجنة أمن الإقليم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مثيري الفتن والمحرضين على أعمال العنف رابعا وأخيرا تعزيز القوات الأمنية الموجودة بالمنطقة والاستمرار في التعامل الحازم والفوري مع كل حالات التفلت والاعتداءات على الأفراد والممتلكات الخاصة والعامة أقال رئيس الأوكراني فلودمير زيلنسكي رئيس جهاز الأمن الوطني والمدعي العام وقال إن أكثر من ستين مسؤولا أوكرانيا يعملون لصالح روسيا في المناطق المحتلة مشيرا إلى أنه يجري حاليا التحقيق في أكثر من ستمائة وخمسين حالة خيانة مشتبها بها ارتكبها مسؤول أمن أوكرانيون تطرح هذه المجموعة من الجرائم ضد أسس الأمن القوم للدولة والصلات التي تم الكشف عنها بين موظفي قوات الأمن الأوكرانية والخدمات الخاصة لروسيا أسئلة خطيرة للغاية على القادة المعنيين وسيتلقى كل سؤال من هذه الأسئلة إجابة مناسبة لقد اتخذت اليوم قرارا بإقالة المدعية العامة من منصبها وإقالة رئيس جهاز الأمن في أوكرانيا اعتبارا من اليوم تم تسجيل ستمائة وإحدى وخمسين دعوة جنائية تتعلق بالخيانة العظمى وأنشطة التعاون لموظفي مكاتب المدعية العامة وهيئات التحقيق السابق للمحاكمة ووكالات إنفاذ القانون الأخرى أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينغوف عن نجاح القوات الروسية في تحقيق عدة مكاسب في أنحاء متفرقة من شرق وجنوب أوكرانيا من خلال تدمير مستودعات للأسلحة وإسقاط طائرات عسكرية دمرت صواريخ طويلة مدى مستودعا في مدينة أوديسا جنوبي أوكرانيا كانت تخزن فيه صواريخ هاربون مضادة للسفن تم تسليمها إلى أوكرانيا من قبل الناتو وأسقط الطيران الروسي طائرة هليكوبتر أوكرانية من طرازي MI-17 بالقرب من بلدة سلوفيانسك فضلا عن إسقاط طائرة من طرازي سخوي 25 تابعة للقوات الأوكرانية وكذلك طائرة أوكرانية بدون طيار بالقرب من منطقة خاركيف تواصل القوات المسلحة الروسية شن ضربات على منشآت عسكرية في أوكرانيا دمرت صواريخ طويلة المدى من الجو مسودعا في مجمع صناعي في أوديسا جنوب أوكرانيا كانت تخزن فيه صواريخ هاربون المضادة للسفن وتم تسليمها لأوكرانيا من الناتو فيما تحاول قاذفات الصواريخ الروسية توسيع مكاسب موسكو في الشرق الأوكرانية باتت أنظار الكريملين تتجه إلى ما هو أبعد من دنباس ضربات صاروخية روسية متكررة على مدينة ميكولايف في الأسابيع الأخيرة وسط محاولات روسية للسيطرة على كامل الساحل الأوكراني على البحر الأسود وصولا إلى الحدود الرومانية قصف روسي تزامن مع تعليمات لوزارة الدفاع الروسية لوحداتها العسكرية بتكثيف تحركاتها في جميع مناطق العمليات فيما أكد عسكريون أوكرانيون أن موسكو تستعد للمرحلة التالية من هجومها عبر ضربات برية وبحرية وجوية على طول خط المواجهة كما أكد الجيش الأوكراني أن روسيا تعيد تجميع وحداتها للهجوم على مدينة سلافيانسك الاستراتيجية في منطقة دونتسك الشرقية تطورات ميدانية صاحبتها استهدافات أوكرانية بالمدفعية الثقيلة والصواريخ بعيدة المدى لعدد من المناطق الانفصالية الخاضعة لسيطرة موسكو ردت عليها روسيا باستهدافات خارج دونباس وصلت إلى أوديسا وخاركيف وميكولايف صواريخ بعيدة المدى عالية الدقة دمرت مستودعا لتخزين صواريخ هاربون المضادة لسفن التي سلمتها دول النيتو لأوكرانيا في أحد الأجنحة من مصنع أوديسا الصناعي وفي جمهورية الدونتسك الشعبية دمرت القوات الروسية منصة إطلاق لراجمة صواريخ هاي مارس الأمريكية الصنع فضلا عن آلية النقل وتحميل الصواريخ التابعة لها تعزيزات عسكرية وصفتها وزارة الدفاع البريطانية بمحاولة روسية لحماية المواقع التي باتت تخضع لسيطرة موسكو في جنوب أوكرانيا فيما اعتبرها عسكريون غربيون أنها ربما تشكل بداية لهجوم روسي خارج نطاق دونباس قد يكون أكثر شراسة من الهجوم السابق أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جاسب بارل أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون اليوم تجديد العقوبات على روسيا وأكد بارل أن العقوبات المطروحة ستشمل مقترحته المفوضية الأوروبية من حظر مشتريات الذهب من روسيا لمواءمة عقوبات الاتحاد الأوروبي مع تلك التابعة لشركائه في مجموعة السبع ويرمي اقتراح آخر إلى وضع شخصيات روسية إضافية على اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن الاتحاد الأوروبي يمر بتحول تاريخي ويجب عليه التغلب على التناقضات الداخلية وسط التحديات المتزايدة وأن يصبح لاعبا جيوسيا أقوى في سياق الاضطرابات العالمية كما أضاف أن الخلافة المستمرة بين دول الأعضاء يضعف التكتل ولهذا السبب فإن أهم طريقة للتعامل مع نقطة التحول التاريخي هي وحدة الاتحاد ما زالت الأزمة الروسية تلقي بظلالها على دول الجوار الأوروبية الشمالية فإلى جانب مشكلة الغاز والطاقة تعاني الدول الإسكندنافية من غياب المستهلك الروسي الزميل ليث بزاري استقل باخرة تعبر بحر البلطيق من السويد إلى فنلندا وأنقل لنا الصورة على متنها والخوف والرعب في بعض الجزر السويدية من المناورات العسكرية الروسية في هذه المياه التي لا تبعد عن أراضيهما أنا الآن على متن هذه الباخرة العملاقة التي ستعبر بحر البلطيق متجهة من هنا من السويد إلى فنلندا رحلات بحرية عانت مؤخرا اقتصاديا بسبب غياب السائح الروسي منذ إغلاق الحدود مع روسيا فالسواح الروس كانوا يشكلون حوالي 45% من إجمال قطاع السياحة بين فنلندا والسويد تبلغ مدة هذه الرحلة البحرية بين سويد وفنلندا طبعا ما يقارب من 16 ساعة إبحار نشاهد هنا بعض الجزر السويدية التي يبلغ عددها 26 ألف جزيرة تمتد في مياه بحر البلطيق البعض منها يعاني من تهديد روسي مباشر كجزيرة جوتلاند التي تبعد 220 ميلا فقط عن أسطول البلطيق الروسي الذي كان بمثابة رادعا رئيسي ضد التوسع السوفيتي إذ انتهكت أربع طائرات مقاتلة روسية المجال الجوي السويدي فوق مياه بحر البلطيق إلى الشرق من جزيرة جوتلاند ذات الموقع الاستراتيجي من بعض الهواجز الروسية في الأزمة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا أن ينشر حلف الناتو قواعد حربية أوروبية في هذه الجزر التي لا تبعد كثيرا عن الأراضي الروسية وتكون بمثابة تحديد قريب ومباشر لبوتين أما هنا في مياه بحر البلطيق التابعة للاتحاد الأوروبي فالخوف يكمن بأن تتفاقم الأزمة مع الجارة روسيا وأن تغلق الطرق البحرية بين فنلندا والسويد ما قد يشكل انهيارا اقتصاديا جديدا بحريا هذه المرة من علامت الباخرة العملاقة تالينك سيليا لاين التي تصل ستوك هولم بهلسنكي لايث بزاري الحدث أعلن الرئيس السرلانكي المؤقت حالة الطوارئ للتعامل مع الوضع في البلاد وفقا لإشعار حكومي وكان رئيس البرلمان السرلانكي قد أعلن يوم الجمعة الماضي استقالة جوتابيا الرسمية من منصب رئيس سرلانكا بينما أدى رئيس الوزراء وكر ميسينغ اليمينة الدستورية كرئيس بالإنابة وقد تواصلت الحركة الاحتجاجية في سرلانكا ضد القائمة بأعمال الرئيس وبعد استقالة الرئيس جوتابيا يطالب المتظاهرون الآن برحيل رئيس الوزراء رئيل وكر ميسينغ الذي تم تنصيبه رئيسا بالإنابة للبلاد لو بقينا نمشي مع هذا الطابور ستنتهي النشرة والطابور لا ينتهي هذا هو باختصار المشهد في محيط محطات الوقود في العاصمة كولومبو فالطوابير تتجاوز الأربعة كيلومترات وربما تصل إلى أكثر من ستة كيلومترات مشهد اعتاده المواطنون السرلانكيون هنا ويقومون أيام طويلة في هذه الطوابير نظرا لشح الوقود فإن الانتظار قد يصل لأيام طويلة جدا لذلك يقوم المواطنون السرلانكيون بالتناوب على هذه الطوابير حتى يتمكنوا من الوصول إلى محطة وقود كهذه وحين يصلوا إلى هذه المحطة لا يحصلون على كامل الوقود وإنما يحصلون على كمية محددة نظرا لشح الوقود في البلاد نهيك أيضا عن ارتفاع أسعار الوقود فلتر البنزين مثلا يتجاوز سعره أكثر من دولار ونصف ولتر الديزل يتجاوز الدولار ولذلك هناك أزمة وقود وأزمة نقود أيضا أيضا السلطات السرلانكية تحدثت عن شحنات ديزل ستصل قريبا إلى سرلانكا وهذا ربما سيخفف قليلا من أزمة الوقود في البلاد لكنها لن تحل المشكلة كاملة ولذلك مزالت الأزمة مستمرة في البلاد فيما يتعلق بالوقود وأيضا فيما يتعلق بالغذاء وباقي الأزمات التي تعصف بسرلانكا مع ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من أربعين درجة مئوية اشتعلت عشرات الحرائق بألاف الأفدنا والهكترات في عدد من الدول الأوروبية وأجبرت على إجلاء الناس من منازلهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نيران الحرائق تحاصل الغابات جنوب أوروبا خمس دول تحاول السيطرة على أضرار طالت قرى بأكملها وتلتهم ألاف الهكترات من الأراضي الزرعية مئات الوفايات بين إسبانيا والبرتغال والآذى يطال فرق الإنقاذ ومكافحة الحرائق حيث لقي طيار حتفه بعد تحطم طائرته بالقرب من الحدود مع إسبانيا الرياح وارتفاع درجات الحرارة تنقل الحرائق من بلد لآخر جنوب إسبانيا بالقرب من كوستا دلسول اضطر الآلاف إلى الهرب من الحرائق المنتشرة في فرنسا دمرت الحرائق منطقة جيغوند حيث أجلي أكثر من 12 ألف شخص كما امتدت النيران إلى منطقة بوغدو لتطال حوالي عشرة آلاف هكتار من الأراضي ويحاول ما يقرب من ثلاثة آلاف رجل إطفاء هذه الحرائق جنوب البلاد في إيطاليا أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في واديبو القاحل حيث يقع أطول نهر في البلاد أما اليونان فيحاول رجال الإطفاء السيطرة على الحرائق جنوب شرقي العاصمة أتنا وأقامت السلطات بإخلاء سبع قرى على الساحل الشمالي لجزيرة كريت موجات الحر تتزايد يوما بعد آخر لتصل إلى 47 درجة مأوية في مناطق عدب أوروبا هذا العام فيما تظل ظواهر التغيرات المناخية تطلق إشارات إندار نحو مزيد من الضرر ووقوع المزيد من الكوارث الطبيعية حول العالم أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس ماربورغ النادر الذي يسبب الحمى النزفية في غانا وأضافت أن معدلات الوفاة في الإصابة بالفيروس تراوحت بين 24 و 88% في موجات التفشي السابقة بعد سنوات من طرد تنظيم داعش من حي الحجر الأسود في ضاحية دمشق وبعد أن أصبح منطقة مدمرة ومهجورة تحول الحي إلى موقع تصوير لفيلم صيني ينتجه النجم الشهير جاكيشان ونظراً للتكلفة العالية لمواقع التصوير الخاصة بمناطق الحروب يرى البعض أن المدن والأحياء المدمرة في سوريا سوف تجذب أنظار صناع السينما مدينة مهجورة أحالتها الحرب إلى مدينة أشباح والقصف حول منازلها إلى أطلال بعد أن هجرها ساكنوها قصراً لكن هذا الدمار هو ما جعلها تتحول إلى استوديو مفتوح حقيقي وموقع مثالي لتصوير أفلام الحروب هذه القذائف كانت تضرب حي الحجر الأسود بضاحية دمشق قبل سنوات لإخراج تنظيم داعش ولم يتخيل أحد حينها أن يصبح اليوم موقعاً لتصوير آخر الأفلام الصينية التي ينتجها نجم الألعاب القتالية جاكيشان اليوم بلشنا تصوير فيلم صيني بعنوان هوم أوبريشن هو بيحكي عن قيام الحكومة الصينية بإجلاء 600 شخص من رعاياها 200 شخص من رعايا دول أخرى من أحد دول الشرق الأوسط أثناء اندلاع حرب أهلية بهذه الدولة الحي شبه الخاري من السكان ضج بفريق العمل الصيني وممثلين ثانويين سوريين إلا أن جاكيشان المنتج الرئيسي للعمل لن يحضر التصوير في سوريا ولن يقتصر تصوير الفيلم الصيني على حي الحجر الأسود بل سيشمل مناطق أخرى شهدت معارك مدمرة بينها مدينة دارية ودومة قرب دمشق ومدينة حمص فأين يجد المخرج الباحث عن مشاهد الدمار مواقع تصوير أفضل من تلك الموجودة في سوريا مناطق الحرب التي صارت في سوريا هي تحولت إلى استيديو سينماي يعني هو يجزب شوي شوي المنتجين لعنا لحتى يصوروا أفلامه بناء هيك أماكن مكلف جداً لتعملها استيديو تصوير فأنت صار عندك استيديو جاهز وباستثناء بعض المؤثرات الخاصة بالقتال والدماء لا حاجة لأي خدع أخرى لإضفاء أجواء الحروب والدمار فمشاهد الحرب الحقيقية تأصلت هنا تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل وتفاعلوا معها زوروا أيضاً موقع عن الإلكترونية الحدث دوت نت تحية واللقاء اشتركوا في القناة